اهلا بكم تعرفين انا بحب التاريخ من اول تاريخ القديم اوي انه الفراع نعم اول ناس عملوا فرشات السنان اه ويقال نعم اول ناس عملوا مع جون سنان واه اول ناس عملوا زراع السنان كمان لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في الف وتسعمية خمسة وستين التاريخ ده في عالم الصراحة مهم جدا لانه راجل اسمه جوستا لارسن جوستا لارسن ده ده متطوع سويدي تطوع لدكتور اسمه انغفار براني مارك دكتور او بروفيسير انغفار ده راجل فكر في فكرة جديدة جدا في الوقت ده انه يحط تيتانيوم سلسلة من قطع التيتانيوم في لسة او تحت لسة لارسن عشان يزرع فيها السنان ومن هنا كان المريض اللارسن ده كان عنده مشكلة في خلقية في السنانه فتزرعت له السنان بالتيتانيوم ده وقعدت فيها في سنانه تيتانيوم لمدة اربعين سنة وفي 2006 اللي هو بعد الزراعة باربعين سنة تقريبا بعد ما وفات لارسن لما طلعوا قطع تيتانيوم التعوضية اللي موجودة بالزراعات اكدوا انها سليمة ومفاش اي شوائب مفاش اي حاجة خالص وبدأت من ستينات الزراعة وفكرة ان احنا نحط التيتانيوم ده فكرة ثابتة من ذلك التوقيت وبقى خلاص عارفين كلنا انه التيتانيوم دي مادة خاملة استفاد منها العلماء انه العظم بيتكون حوليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد ودي فكرة الزراعة الاساسية التاريخ دوت يخليني نقف قدام الزراعة الحديثة ونقول ان الزراعة الحديثة صريح فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965 النهاردة هنتكلم عن الزراعة بالتفصيل ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدع في حواره دائما صاحب الحضور الرائع جدا أستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية وعضو كونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز أهلا بك دكتور أهو دكتور إزا حضرتك حامل إيه وحشني جدا أخبارك إيه التاريخ قديم تاريخ قديم بس على طول فيه تطور اكتشاف ان التايتنيوم أصلا من قبل حتى ما نجربه في الأسنان ان تايتنيوم بيبني او بيسحب يبعمل زي مغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فيه ده وصلنا النهاردة ان احنا نقدر نقول جملة مهمة جدا ان منحق أي حد في الدنيا انه يفضل بسنينه لحد آخر يوم في عمره واحنا نقدر نوصله لده كل شوية الدنيا بتتطور عشان تسهل لنا القصة ديه زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين استرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي أو مش دائري زي دلوقتي كانت الأول بتبع عاملة حاجة زي السكينة بتخش جوه العظم دلوقتي بقيت ان احنا بنحط الزراعية في جلسة واحدة بدون ما نفتح فتح خالص تمام كلها نقطة عبارة عن ملي وبتنجح وبيقدر يأكل المريض على على أسنانه او خلينا نقول الفاقد الأسنان بلاش المريض لانه هو مش مريض هو فاقد أسنان يقدر يأكل عليها بقيت حياته كلها بطريقة كويسة جدا ويأكل عليها قصب كمان الحالة الأمثل لتعود الزراع طبعا طبعا الزراع خلي بقيت يا دكتور مفيش حاجة بتعود الأسنان بتاعت ربنا يعني ما نقداش لما نبرد السنة بتاعت ربنا الطبيعية احنا كده احنا ضعفناها ودينا فرص كبيرة ان يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنة بتدخلع اللي بيحافظ على حجم العظم أصلا هي السنة اللي جوه بيبدأ العظم يكش فيبدأ يعمل تسريبات تحت التركيبة اللي يبوز السنة التانية عشان كده بيقولك انا كنت اعمل تركيبة والسنة جرت التانية في التالتة في الرابعة على حد ما فقد أسنانه كلها في وقت صغير زي ما احنا شايفين دول تلات زرعات دول كلهم بارلل كلهم متوازين لبعضهم كويس جدا هيقدر يأكل عليك كل اللي هو عايزه من غير ولا سنة طبيعية هو ما عندهش دلوقتي ولا سنة طبيعية تلات مصامير دول اتحطوا دي زرعات فورية دي اتحطت وتحملت في نفس الجلسة بس ده يتطلب ان هو يكون صحته كويسة يكون عنده عظم كويس تكون زرعات ليها معالجة سطح وليها ديزاينز عالي جدا عشان خاطر تديني الستابلتي او السابات الاولي اللي بيخليها تفضل سبتة ومحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص فدي من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلا دي زرعية دي سنة واحدة تعويض سنة واحدة انا ابرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان اعاوض الزرع السنة الرقم اثنين لأ طبعا دي سنان ربنا احنا عايزين نرجع للي احنا خسرناه سواء باهمالنا او مشكلة تانية حصلت اكسيدانت لي او عن طريق الخطأ بالزبط كده فاحنا هنا حطينا الزرعية دي زرعية برضو فورية هنا انا كنت مصور الصورة دي عشان نباين ان احنا بنعمل حاجة اسمها جينجي في البروفايل بنبدأ نرسم اللاسة حوالين الزرعية عشان لما السنة تطلع في الاخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنة المفقودة دي باي تركيبات او اي زرعية فهو دي دي كده حتة كده زيادة عشان نقول ان احنا بنرسم اللاسة عشان خاطر تطلع تدينا طبيعية اكتر احنا بندور على ايه بندور على function وظيفة بنقدر ناكل بنقدر نعيش بأسناننا كويس قوي وبندور على جمال ساتيكس ان شكلها يبقى طبيعي او الاقرب للطبيع الراجل ده قعد من غير اسنان فترة طويلة كان عنده مشاكل فيه دمور في العب قدرنا نعاجل ده نعالج ده بالزراع ودلوقتي هو عنده الاسنان اللي تحت دي قابل من اهم من العمل زبط العمل طبعا اجراءات اللي بتعمل قابل طبعا الاجراءات مهمة قوي في الزراع طبعا طبعا قابل قابل الزراع قابل اي حاجة اول ما المريض بيقعد قدامي او اللي هو صاحب الاسنان المفقودة بلاش نقول مريض لان هو صاحب اسنان المفقودة بنبدأ نتكلم معاه ناخد الميديكال هيستوري بتاعته هل عنده اي مشاكل صحية هلع ضغط سكر كل ده احنا بنتعامل معاه يعني ينفعله زراعه برضه بس لو السكر طب السكر تراكمي بتاعه كام ونبدأ نشوف لهو عالي شوية ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات الزراعات دلوقتي بتقدر توقف توقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل اكسيدانت ليه بس مايبقاش حياته انها سكاري 300 و 400 والتراكمي بتاعي 10 و 11 و كم ده كلهم مش هتقدر توقف قدامها لكن نقدر ان هو مثلا لو هو عند التمانية تمانية و شوية نقدر نزرع له الزراعية تحت التسعة يعني تمام وتفضل قعدة معاه وتستحمل ان هو مع شوية زعل مع اي حاجة طلعت ومتنزله لي مرة تاني هنا احنا بنعمل تريتمنت بلان على الأشعة المقطعية اكمل لحضراتك بس ايه اللي احنا بنعمله في الاول لازم نكشف تلينيك اللي نشوف الوضع جوه وعمل ازاي ايه الأسنان الموجودة والأسنان المفقودة وفيها اي تلخلخ او اي حاجة بعد كده بنعمل حاجة اسمها الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد ايه الأشعة المقطعية سلسية الأبعاد ايه الأشعة اللي بتقطع لنا عضم الفك زي ترنشاط اللانشون كده الفيعة قوي في كل اتجاهات من قدام الوراء ووراء القدام كروس ساكشن زي كده نقدر ناخد اطعاط من الجنب ده للجنب ده من تحت الفوق او فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع ازاي زي الصورة اللي فاتت في الصورة دي احنا وإحنا بنعمل الاساسمنت ده في الأشعة المقطعية الصورة اللي فوق باين فيها دايرة سودة تحت الأنف جنب الكروس الأصفر وتحت الدايرة السودة دي راحت وبايت لونها أبيض عليك شايفها ده كان كيس دهني نتيجة علاج عصب قدين في السنة بقاله فترة المريض كان بيشترك ان السنة بتتلخلخ بدأ يطلع افرازات من اللاسة حوالين السنة فاحنا شلنا السنة اللي بتتلخلخ نضفنا الكيس الدهني حطينا بدل وعضم استنينا شوية عشان نقدر نركب في الزراعية بتاعته في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت يعني ايه بننضف الكيس دهني لو حجمه صغير شوية وفي حتة عضمة تدينا سبات أولي هنقدر نعمل ده في الحالة دي دي كان عنده مشكلة ان كانت اللف كتير قالوا لهم شايفة نزرع لك فوق كان عنده الجيوب الأنفية نزلة مفيش عضمة فوق الصورة الأولينية فوق دي بعد زراعة الجيوب الأنفية تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى بقى سنين كل دي التجهيزات إقراءات قبل هنا دي مهمة قوي معلش بدون قطع يكلام حضرتك هنا أنا بتكلم عن infection control احنا ده كثرة بنتعامل في الدم وعايزين حاجة تنجح اي infection في المكان وده في ناس كتير مش بتتتابعوا وكثرة في الزراعة بزبط هتقدي إلى فشل الكلام ده هنا احنا ملبسين المريض ده مخصوص للمريض ده كثرة لابسة ده بتتريمي single use لابسين overheads عشان خاطر ماينزلش شعراية زيارة جوه الجرح تبواصلين الدنيا فأهم حاجة في الدنيا هي infection control وده في كل التخصصات الطبية مش عندنا بس يوم ما تخش عيادة تلاقيها مش نضيفة أو مش واخد كل الاحتياطات بتاعة infection control اللي هي العالمية اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف ده مكان ما تقدرش تتصق فيه في الزراعة بالذات لأنه حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جاء عليها infection وهو مش قصلا دم سبت فمش يعرف المناعة نخش في قصص ومش تمسك الزراعية ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل بس ونقول يا ترى جايله صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو في infection control عليه شوية كانت لما أكيد من سنة 1965 من أيام الأخ لارسن اسمه صعب خالص لغاية دلوقتي يعني فيه أساليب حديثة دلوقتي يعني في 2021 و2022 نحن نتكلم على أساليب متطورة إيه هي الأحدث زمان كانوا بيستخدموا تشزل والملت عشان بيدأدقوا في العظمى عشان يركبوا الزراعية مثلا ويفتحوا فاتحة وعملية كبيرة وقاعدين دلوقتي إحنا بقينا بنعملها ملي صغير بنقدر نشتغل منه كل حاجة دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا نقدر نعمل حاجة اسمها close sinus lifting إنها نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي تطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على إن الزراعية تمسك أحسن ده إيه معالجة السطح معالجة السطح بعد ما زراعية هو تايتانيوم جسم تايتانيوم أنا موافق على كامدة بيبدأوا يخش الأول مرحلة يتعملوا زي بورز أو يعملوا تعريك صغيرة عشان يعشق فيها العظم دي في سطح الزراع في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده عرض لجاما ريس جاما ريس دي بتزود أو بتحفز المعدن إنه هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقي كل دي التطورات قدت إلى نجاح الزراعية التكنيكس نقولنا تكنيك الأول اللي هو بتاع إنه نفتح ميلي سواء عن طريق الليزر أو سواء عن حاجة اسمها punch يعني زي الخرومة كده بتفتح لي الميلي ده بس وأشتغل منه كل حاجة في حاجة اسمها الPRP والPRF استخدام البلازمة بنطلع منها الPRP والPRF اللي هي غنية بعناصر النموة والشفاء اللي هي بتأدي إن الزراعية تمسك بشكل أحسن ودي خصوصا بنستخدمها لو إحنا هنزرع كمية عظم كبيرة هنا طبعا ده إحنا هنا بنبين عدد الزراعيات إحنا حطينا له هنا ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت فكه وكان محتاج ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت عشان نركب له تركيباته الكاملة مش دي نفس الحالة نفس الكلام روعة جدا آه كان أبيض وبعد كده عمالنا الصحراء عمالنا الصحراء كان أبيض فعلا آه عملية دي في ساعة الربع في ساعة الربع ساعة الربع ما انت مش في تفتح مش تعمل حاجة تاك 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 ده بالبينك آه تاك 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 خلاص الموضوع فوق وتحت طيب دلوقتي في ناس بيحصل لهم إما إنهم إخلعوا سنة أو سلة بتتضمر تدريجيا ويبقى منها لاشئ وتروح وهي كمنها في الجزء الخلف من الفم ربما مش باينة فبيتركوها وفي ناس بتسيب سنان باينة برضو يعني للأسف إيه عواقب إن واحد يروح منه سنة وخصونا في الجزء الخلف إذا وحد في الجزء الخلف يقول له إيما مش باينة مش باينة أنا ما بيقولش عليها قوي صح في ناس كتير بتجيلي كده رباك يا دكتور آيمن دي زي لكم بلا الموقوطة السنان سبحان الله كلها في حالة حركة كل واحدة بتسند على جنبها وبتسند على القصدها لما بنشيل سنة من النص بيبدأ يحصل تغيرات في الأسنان اللي حوالينا هتلاقي السنان اللي حواليها بدأ التميل عشان تعوض الحتة الفاضية زي ما احنا شايفين دلوقتي دلوقتي احنا قادي خلعنا السنة معوضناهاش يبدأ يحصل ميل هيحصل لوقتي الميل أهو العظم التاكل في النص بدأت الأسنان تميل على بعضيها واللي هيبوض الأسنان دي السنة الفوق دي حصلها أوفر اروبشن ونزلت عشان تعوض القصة مسافة قفلت بس بوضت السنتين اللي جنبها والسنة اللي فويها كل ده هيبوض لي وهيخلينا خسار سناني عارف الضمن أو الخيط لما يكور الضمن المتاع وراء بعضة صح بالزبط كده تبدأ تسحب وراء بعض فجأة يلاقي نفسه بسبب سنة واحدة ما عوضهاش قرت معي مشكلة جبيرة ومع إن حلها ما بياخدش ثلاثة أربعة دقيقة السؤال طيب ما في ناس تيجي لك تقول لك أنا عايزة أزراع بيتعمل لها أشياء يقول لك ما فيش عظم هزراع لك فين ده ده سؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعت المكان والتكنولوجي والإيد خلي بيالك أنا ممكن بيعندي التكنولوجي كلها بس الإيد مش 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 كويس هو فيه سؤال جاي المهارة ولا التكنولوجي اتنين مع بعض اتنين مع بعض اتنين مع بعض التكنولوجي بتديني تخلينا شوف ما ينفعش أخش جوا قوضة ضلمة واقعد على الكرسي من كير ما أشوف اللي أشاعة دي مهمة جدا أنا جايبها عشان هوريها شايف الخط الأصفر في الجزء اللي فوق ده عصب الفك ده مستوى عالي فوق فوقي ملي عضم تحت أنا حطت زراعيتين في نفس مكان العصب بالزبط احنا عملنا كده إزاي في الحالات الزي دي الراجل ده عايز يأكل وما عندوش سنانة وعندو العضم وتعاكل قدامه في كل حتة بس ديك يعني أنا جايبها عشان خاطر أحدد النقطة دي وفوق أنا زرع عضم في الجيوب الأنفية برضو يعني ده ده العادي بس المش اللي عادي اللي أنا هتكلم فيه في عصب الفك احنا هنا فتحنا هنا كان لازم نفتح ما ينفعش بالملي فتحنا طلقنا العصب من مكانه ونقلناه في لافل تاني ودينا نحط الزراعات بتاعتنا ونقف المرة تاني هنا لما حضرتك حد يقولك انت ما ينفعش زراعه ما فيش حاجة اسمها ما تنفعش في حاجة اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين وفي حتة تانية احنا ممكن نعمل لحتة أعلى من كده هنا هنا أنا شرح ده شايف اللي أنا ماسكو ده هنا فيديو وانا بعمل العملية اللي أنا ماسكو ده عصب الفك شايفو ايوه شايفو شايفو دكتور ايمان ديش ناس كتير بتعملها بس يعني بيتعمل بحرفية عالية قوي بنقدر نعمل كده هنا كانش فيه عظم فوق خالص تمام ده اخد وقت مننا شوية لان احنا عادنا نبني في عظم الفك اخد مننا كذا شهر وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر اللي تحت ده ودلوقتي هو بيأكل كل اللي هو عايزه هنا أنا عايزة اوري حاجة هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريد نفسه واحنا بنفتع فتحات الزراعات بيطلع شوية عظم بنخلطهم ببعض وده بيدينا فعالية اكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من بورا الباودر تمام ده بيخلي الأوسيو آآ اوسيو انتجريشن بتاعته تزيد فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا واحنا بنحطه هنا زرعين رفعين الجيوب الأنفية زي ما حضرك شايف بكميات كبيرة وزرعنا فوق وتحت دايما هنش شايفين الجزء الفؤاني ده ده كان عبيض ما فيهوش حاجة دي زراعة عظم اللابيض ده ده عظم مزروع دي كميات عظم مزروع كبيرة عشان الخاطر نرفع بيك جيوبلا فيها ونعمل زي قاعدة أو لما تيجي تبني عموره مش لازم الأواعد بتاعتك تبقى كويسة احنا بنعمل الأواعد عشان نقدر نبني الأمور ده يقلص يقلص يعني يقلل مساحة السؤال اللي جايه موانع للزراعة موانع الزراعة دي أصبحت محدودة للغاية جدا يعني نقدر نقول إن هي تشال مثلا 95% منها إلا الحاجات يعني مثلا كانسرز والحاجات دي بعد ما بتتعالج بنتتستنى شوية بعد الريديو أو الكيمو تمام لحد ما يحصل complete healing بتاعه ونقدر نتدخل يعني بعد أمراض السرطانية بنستنى شوية عشان نقدر نتدخل ماشي غير كده لو عندي أي مشكلة في الدنيا إحنا نقدر نزرع المريض حتى مريض السكر بنقدر نزرع له بس هو لازم يتعاون معي يعني ما يجليش وهو ويقول لي زرع لي لأ حضرك نزلي شوية خليك control شوية وهنقدر نزرع لك بنجاح جدا مفيش أي مشكلة هو بيجي لنا بيقول لي أنا مريض سكر بنبدأ نتكلم مع بعض شوية بنبدأ نشوف شوية التحليل لو في حاجة عايزة تتزبط بزبطهله لحد ما يبقى سيف إن أنا أقدر ندخل لعمالية انت نورت شكرا لقد طلعت كان عادة أبداعت شكرا لقد طلعت الحوار معك دائما له متعة خاصة جدا في الشرح والتفصيل ضيق العزيز واحد من نجوم عالم الأسنان المثير جدا السيد دكتور كريم مكادي استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الكراحين الملكية وعضو جونجلس الأمريكي لزراعة الأسنان كان في الناس الحل ونخليكم مع الناس الحل